موسيقى موسيقى الصدريون يرهنون فضل اعتصام في البرلمان العراقي بتنفيذ مطالبهم موسيقى اربيل تعرض وساطتها بين قطبي الشيعة العراقيين موسيقى موسيقى ايران تستعد لانتاج اول رأس حربي نووي في حال الهجوم على منشأة نطنزة بتفعيل مشروع عماد فوق السر في فوردون موسيقى موسيقى قيادي في الحرية والتغيير السودانية يؤكد اعلانها رئيسا للوزراء خلال اسبوعين وحركة القوى الجديدة تنفيه موسيقى 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 حياكم الله واهلا ومرحبا بكم قال مراسل الحدث ان التيار الصدرية مصمم على الاستمرار في الاعتصام داخل البرلمان واشار الى ان ممثل الصدر قد رهن رفع الاعتصام بتنفيذ المطالب وقال مراسل الحدث ان قائمة مطالب الصدر طويلة وقال انه ليس واضحا حتى الان امكانية عقد حوار بين القوى السياسية العراقية اشار مراقبون في العراق الى ان معظم الجماعات والقوى المحسوبة على حراك تشرين تقف على الحياد حيال الاحداث الجارية في بغداد بل وتطالب بعدم الانخراط مع التيار الصدري هذه المرة بأي فعل احتجاجي وبحسب الاراء التي تعبر عنها بعض الاطراف من قوى تشرين على منصات التواصل الاجتماعي فانهم يعتقدون ان الصراع الحالية بين قوى طائفية شيعية على السلطة ومواردها ومن غير المناسب زجوا قوى الاحتجاج الوطني في اتوني هذا الصراع وبحسب مراقبين تتوجس معظم قوى تشرين مما وصفوه بالتقلبات الشديدة لزعيم التيار مقتدى الصدر وامكانية انسحابه والانقلاب عليهم في اي لحظة على غرار ما حدث سابقا اعرب رئيس اقليم كردستان جيرفان بارزاني عن قلقه ازاء الاوضاع السياسية الاخيرة التي تشهدها البلاد ودعى بارزاني الاطراف السياسية كافة الى ضبط النفس وخوض حوار مباشر لتخطي المشاكل واخراج العراق من هذا الظرف الذي وصفه بالحساس كما اضاف ان زيادة تعقيد الامور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعية والامنة والاستقرار في البلد للخطر كما شدد على اهمية حماية مؤسسات الدولة وامن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة كما اشار بارزاني الى ان اقليم كردستان سيكون جزءا من الحل داعيا للاطراف السياسية المعنية في العراق الى القدوم الى اربيل والبدء بحوار مفتوح ينضم الي من اربيل ياسين عزيز المحلل السياسي اهلا ومرحبا بحضرتك استاذ عزيز دعني في البداية نتحدث عن هذه الوساطة من الاقليم اي مكانة تمثلها بالنسبة لطرفي النزاع هنا التيار الصدري وايضا الاطار التنسيقي مساء الخير تحياتي لكم ولمشاهدين طبعا الحكمة الجيدة ان الوساطة جاءت من قبل السيد الرئيس الاقليم من مؤسسة رسمية وليس حزبية فرئاسة الاقليم تجمع جميع الاحزاب الموجودة في اقليم كردستان ومنهم الحزبين الرئيسيين فالوساطة ان خرجت من السيد رئيس الاقليم اي رئاسة الاقليم فانه بعيدة عن الواجهات الحزبية لذا فانه نقطة ايجابية ان تكون الوساطة من قبل سيد رئيس الاقليم ثانيا وجود ممثلين عن الايطار والتيار في اربيل منذ يومين واكثر وحضورهم يوم امس في اعادة رفات الانفال البارزانيين بحضور السادة الرئيس مسعود البارزاني ورئيس الاقليم اعطى مؤشر بان هناك وساطة كردية تلوح في الافق بين الاطراف المنازعة لا سيمة الايطار والتيار فان الاقليم يجد نفسه محرجا في صراع الدائر الآن ضمن المكون الشيعي خاصة بعد انتسحاب التيار الصدري من العملية السياسية لذا فان الاقليم الآن يعود الى الواجهة بعد السنوات عندما كان الاقليم قبل اكثر من ثمان او تسع سنوات فعلا يقود الوساطات وتشكل الحكومات من اربيل قبل بغداد لذا فالاقليم الآن وعبر وساطة السيد الرئيس الاقليم يمكن ان يعود بقوة لدور الوسيط لدور عمل ايجابي لتقريب وجهات النظر والخروج من الازمة السياسية الحالية التي هي فعلا ازمة خانقة وخطيرة تواجه العملية السياسية في العراق سيد عزيز عمليا ما الذي يمكن ان يتم تقديمه من قبل الاقليم يعني اتحدث هنا هل مثلا نتحدث عن مسودة اتفاقات نتحدث عن خارطة طريق مؤقتة نتحدث عن طرح سياسي جديد يمثل مثلا ضمانات معينة لتلبية مطالب التيار الصدري وعدم الاضرار بالحضور السياسي للاطار التنسيقي مثلا يعني الاقليم وعبر السيد الرئيس الاقليم يعني كلنا ندرك ان السيد الرئيس الاقليم لديه علاقات ايجابية مع جميع الاطراف العراقية خاصة المكون الشيعي يعني يمكن من هنا ان ينطلق السيد الرئيس الاقليم لاجات نقاط مشتركة بين الطرفين يساوى عبر اتفاق معين او اتفاق مساحة وسط بين الطرفين كلنا يدرك ان التيار الصدري عندما انسحب من العملية السياسية فهو يريد شيئين رئيسيين اولا يعادة الانتخابات ثانيا استمرار حكومة السيد الكاظمي في هذه المرحلة للتحديد موعد جديد الانتخابات مبكرة اخرى ومن ثم التوجه الى القضاء العراقي وتغيير بعض القوانين التي يراها الصدر ومنها حلفاء الصدر السابقون في تحالف انقاذ وطن والتي لديهم الان اتصالات جيدة مع السيد الصدر يرون في بعض القوانين التي شرعت عبر المحكمة الاتحادية الضرت بالعملية السياسية وتسببت هذه القوانين بايصال العملية السياسية الى الانسداد لذا فان الان هناك نوعا ما تواصل واتصال وتوافق بين الاقليم وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمثل الرئيس الاقليم جزءا منه وبين التيار الصدري والتحالف السيادة الذي رأينا منه بيانا قبل يومين يعني هناك الى الان تطورات يمكن ان تكون مصالح متقاطعة الاطار التنسيقي بعد قيام السيد الصدر بارسال الرسائل خاصة الرسالة القوية الاخيرة عبر الشارع واختحام مجلس النواب العراقي مرة اخرى وجد نفسه محرجا امام الواقع الجديد اما ان يدخل مواجهة عبر الشارع لا سيما عبر الجماعات المستالحة لا سامح الله واراقة الدماء وهذا يخسر فيه الاطار وجميع العراقيين او ان يواجه السيد الصدر عبر الشارع وهذه ايضا نقطة صعبة للاطار التنسيقي فلذا مراجعة الاطار التنسيقي والدعوات الهادئة منذ يوم امس من قادة الاطار التنسيقي يمكن ان يساعد الاقليم وشخص سيد رئيس الاقليم بقيام بوساطة ايجابية على الاقل على الاقل اقول في هذه المرحلة ان يبعد عنه خطر المواجهة المسلحة ومواجهة الشارع واخراج او انقاذ ما يمكن انقاذه من العملية السياسية عبر النقاط يمكن ان يتفق عليها جميع الاطراف وكما قلت اعادة الانتخابات والمس او تغيير بعض القوانين التي صدرت من المحكمة الاتحادية يمكن ان تشكل مخرجا جيدا والخروج من الانسداد السياسي الحالي كيف يعني باعتقادك استاذ عزيز يمكن ان يكون تفاعل طرفي النزاع نتحدث هنا عن التيار الصدري والاطار التنسيقي مع هذه الدعوة للحوار خاصة وان هناك دعوات حوار كثيرة كانت قد صدرت في بيانات يوم امس كما قلت الاقليم قريب من الطرفين خاصة السيد الرئيس الاقليم لديه علاقات كما قلت مع جميع الاطراف المكون الشيعي منها التيار الصدري والاطار التنسيقي لذا فالطرفان رغم ان هناك تصعيد في الشارع وفي البيانات الا ان الطرفان الان بحاجة الى الخروج من هذه الازمة والوصول الى نقاط مشتركة وخير من يقود هذه الوساطة والاقليم ورئاسة الاقليم لذا يعني فان الحاجة الماسة الان من قبل الطرفين يدعوهم الى تقديم مرونة وتنازل في هذه المرحلة من اجل قيام طرف معين او وسيط معين وحبذا لو يكون هذا الطرف عراقي وضمن حدود العراق لكي لا يتحسس طرف من ان تكون هناك ضغوط او وساطات خارجية فخير الوسيط الآن في هذه المرحلة بين مكوينين متناسعين ويقليم كردستان يعني انا فقط استثمر فرصة وجودك ما دمت يعني تشير الى هذا الطرح باعتقادك ما مدى حراك او التنازلات التي يمكن ان يقدمها اي من الطرفين يعني كما قلت الاطار التنسيق كان مصرا متشبثا حتى قبل يومين وهو ما لمشنا في الخطاب التصعيدي للسيد عمار الحكيم قبل يوم من الاقتحام الثاني للتيار الصدري لمجلس النواب العراقي الان الاطار التنسيقي منذ يوم امس وبعد ما شهد الواقع وبان السيد صدر يمكن ان يحرك الشارع في اي وقت يشاء ويمكن ان يعطل العملية السياسية والعملية بشكل عام يعني الاطار التنسيقي الان منذ يومين في مراجعة جدية للوضع باعتبار انه الان تقريبا استحال عليه تشكيل الحكومة والالتزام بتوقيتات دستورية واجتماع او عقد جلسة لمجلس النواب العراقي ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة في المقابل الطيار الصدري ايضا يريد ان لا يطيل الموضوع وان يخرج بنقاط معينة من هذه الازمة وهو كما قلت تحديد موعد الانتخابات مبكرة جديدة لكن في ظل استمرار حكومة السيد مصطفى الكاظمي لكن يعني ما تم الحديث عنه تحديدا من الصدريين بان هناك مطالب كثيرة او قائمة المطالب طويلة جدا وما كان الصدر يعني يعيد انصاره لاقتحام او دخول البرلمان مرة ثانية خلال اثنتين وسبعين فقط لو لا انه وجد ان الاطار التنسيقي من وجه نظره قد تماد كثيرا في التغول على السلطة اكيد وهذا ما قلته استاذ يعني الاطار التنسيقي كان في نشوة مستمرة بانه سيستطيع ان يلتئم مجلس النواب ومن ثم تمرير رئاسة الجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة لكن ما حصل البالحة كان كان رسالة قوية اقوى من سابقاتها في البدء وانا قلت ذلك ان واضح انه انقطع الاتصال على العموم شكرا جزيلا هضيفي من اربيل المحلل السياسي ياسين عزيز قال لواء يحيى رسول الناتق باسم القائد العام القوات المسلح العراقية ان المنطقة الخضراء تشهد استقرار مؤكدا ان الوضع في بغداد وشوارعها طبيعية بغداد وايضا في المنطقة الخضراء تشهد استقرار امني بشكل كبير محافظة بغداد كل الطرق في محافظة بغداد مفتوحة وعملية تتنقل بشكل طبيعي ايضا لدينا جسر سينك تم افتتاحها تقريبا فجر هذا اليوم بتمام ساعة ميتين الكتل الكونكريتية لجسر تم فتح الجسر ايضا بالنسبة للمتظاهرين السلميين تم تخصيص مدخل الهم هو من مدخل تقاطع التشريع باتجاه مجلس النواب الوضع في مدينة بغداد بشكل طبيعي عملية التنقل الطرق مفتوحة ايضا ممكن تتجول ليلا في محافظة بغداد او العصر وتشوف ان هناك حالة طبيعية للمواطنين بالتنقل والتسوق وحتى في المطاعم اللواء يحيى رسول الناتق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قال ان القوات الامنية حققت نجاحا في احترام المتظاهرين السلميين وقال ان هناك تفاهما من قبل المتظاهرين تجاه القوات الامنية نية حقيقة حققت نجاح اخر جديد باحترامها للمتظاهرين السلميين وهناك تفاهم ايضا من قبل المتظاهرين سلمين مع القوات الأمنية وإن يكون هناك أي احتكاك الحمد لله وشكر أيضا نحن نأكد على أنه اليوم حتى السفارات والبعثات الدبلوماسية تمارس عمالها بشكل طبيعي ونواجبنا كقوات مسلحة عراقية تأمين الحماية لهذه البعثات والسفارات وأيضا للمواطنين والمتظاهرين أيضا تتواجد قوات من الفرق الخاصة وقطعات أخرى من الجيش والقوات الخاصة لتأمين المنطقة الخضراء وأيضا الطرق ضمن المنطقة الخضراء مفتوحة لحركة قواتنا وأيضا الموظفين والمارة ضمن المنطقة الخضراء فيما يخص البعثات الدبلوماسية والسفارات أكدت أنه هناك تأمين كامل للبعثات والسفارات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وهي تقوم بعملها بشكل طبيعي الوضع بشكل طبيعي والوضع مسيطر عليها ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشعب العراقي وكل قطرة الدم عراقية غالية وعزيزة علينا لهذا تعاملنا باحترافية ومهنية وهذا ما أكد عليه السيد القادر العام قوات مسلحة بتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وكذلك الحماية للبعثات والسفارات وكل المشآت الحكومية هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل مواطنون إيرانيون يهاجمون رئيسي لتقاعس حكومته عن اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الفيضانات موسيقى 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 عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نفقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة موسيقى من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك موسيقى حتى تقوم بالقرار السليس عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة الحدث حياكم الله أهلا بكم من جديد رجح مسؤولون إيرانيون عقد جلسة تفاوض جديدة في فيينا خلال الأيام المقبلة وتأتي هذه التصريحات عقب تقديم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جاسب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني ودعوته الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب أزمة خطيرة كشف فيديو لفيلق القدس على تطبيق تليجرام عن استعداد إيران لإنتاج أول رأس حربي نووي في حال تعرض منشأة ناطنزة النووية لأي هجومة وتحدث الفيديو عن إمكانية تفعيل ما أسمته بمشروع إيماد فوق السر للغاية وبحسب الفيديو فقد بدأ تقصيب الإيرانيوم في المنشآت السرية في أعماق منشأة فوردو أي أن إيران باتت على بعد خطوة واحدة من امتلاك السلاح النووي وقد قدم الفيديو تفاصيل حول منشأة فوردو وخصائص بنيتها وقدرتها على مقاومة أسلحة تدمير الخنادق والقصف النووي أيضا اشتركوا في القناة ينضم إلي من لندن الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور زادة مباشرة إنما تحدثنا عن ملامح أو طبيعة هذه الخطوة أو طبيعة هذا المشروع أو هذا الرأس الحرب النووي الإيراني يعني ما هي الخصائص إذا صح التعبير المتمثلة في هذه الخطوة تهياتي لك وإلى مشاهديكم الأعزاء عزيزي أولا منذ مدة وأنا مرارا وتكرارا قلت في الحدث والعربية وبرامج الفارسية بأن النظام ليس عمامه أي اهتمام من سبا اليوم الذي سيؤلن خامنئي بأننا نجحنا بفضل دعم إمام الزمان من إنتاج أول قنبلة ذرية إسلامية هؤلاء فقط يفكرون بهذا الهدف ما جرى إعلانه أو تلميهات هنا وهنالك ليست إلا خطوة من قبل النظام لتحضير الآلم بأنه لواصل الآلم التعامل مع الجمهورية الإسلامية بهذا الطريق فإننا أيزا سوف ننتج القنبلة ذرية وسنصب كوريا الشمالية الثانية هكذا يفكر خامنئي بأن قنبلة ذرية واحدة عنده سوف تذمن بقاء نظامه للعبد وأيزا ستمهد الطريق لخلافة ابنه مجلبة هكذا الواز والصورة كما رسمت سابقا واليوم نحن جميعنا نعرف بأن هذا ما يقوم به النظام طيب إلى أي مدى هذا الحديث دقيق يعني إلى أي مدى قد يكون ضمن الدعاية الإعلامية التي تروج لها إيران مثلا أزيزي أولا هناك دولة اسمها إسرائيل شعنا أم أبينا هذا الدولة تمتلك مخزون من السلاح الذرية أكثر من 300 قنبلة ذرية متطورة فإسرائيل لن تسمح بأن تسمح إيران دولة نوبية وقبل لغتة صفر لكن بصرف النظر عن قدرة إسرائيل على ذلك هل بالفعل إيران قادرة على ترجمة ذلك عمليا؟ نعم نعم يعني الآن باستطاعة إيران إن كان هناك ربما قد وصلوا إلى نقطة صفر أو لم يصلوا ولكن بلا عدنى شك لدى إيران إمكانية إنتاج قنبلة ذرية بسبب كميات اليورانيوم المخصب بدرجة 60% و3 كيلو أورانيوم المخصب بدرجة 90% فهكذا ليس صعبا ولدى الجمهورية الإسلامية علماء وخبراء وهم درسوا في أفضل جامعة الآلم وباستطاعتهم إنتاج الغنبلة الذرية فقط هناك بعض المشاكل التقنية هم يعملون بإزالتها قريبا طب هل بالفعل أنت تتحدث فقط عن موضوع الإنتاج أو القدرة على ترجمة ذلك عمليا وعلميا لكن هل إيران بالفعل قادرة على استخدام ذلك إن ما تم استهداف نطانز مثلا لا لا هذا سؤال مهم سؤال جدي إيران غير قادرة على هماية أو على توفير الهماية لمنشاعات النوابية قد أن إيران وصلت إلى نقطة صفر هل ستسمع مرة أخرى أكرر هل ستسمع إسرائيل بمواصلة إيران مشروع النبوبي؟ لا أعتقد ذلك الآن هناك حديث بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل وربما بين بعض الدول الأوروبية بأن إيران على وشك إنتاج القنبل الذلية ماذا نفعل؟ الدول الأوروبية تعتقد لا زالت هناك عمل بالتوصل إلى اتفاق المامع إيران بتقديم امتيازات إلى إيران ولكن سبق أن جربوا قدموا امتيازات فوق التصور قدموا مليارات من الدولارات وهل ترجعت إيران مشاريعها؟ لا أبدا واليوم أنا أعتقد ليس هناك أي أمل بالتوصل إلى اتفاق ذري أو اتفاق ذري صاني اتفاق نبوي صاني لا أعتقد ذلك وأعتقد نحن نتجه ومع الأسف نحف مواجهة أسكري شكرا جزيلا إذن ضيفي من لندن الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية الآن أيضا ينضم لي من القدسة المحلل السياسي يوني بن نحمل أهلا ومرحبا أستاذ يوني مباشرة أسأل عن إلى أي مدى هذه الخطوة الإيرانية قادرة على زيادة التخوفات الإسرائيلية لا ليس هناك أي جديد في هذه المعلومات التي تم نشرها من قبل الحرص الثوري كما تعلم المساد الإسرائيلي سرك الأرشيف الإيراني من تهيران وكانت كل المعلومات الخطة العسكرية الإيرانية لإنتاج الكنبلة نووية موجودة هناك وبياد إسرائيل كل الوثائق التي تؤكد ذلك وتم تسليمها أيضا للولايات المتحدة وللدول الأظمة لكن أنا ما أقوله سيد يوني هل عند إسرائيل علم أو إدراك ومعرفة بهذه الخطوات الإيرانية لأنه في النهاية إن كان هذا الحديث صحيح ودقيق فبإمكان إيران بالتالي أن تدافع عن نفسها في حال استهداف منشآت نطنز بالتأكيد هذا ليس مهمة سهلة لهجوم أو ضرب المنشآت النووية الإيرانية ولكن إسرائيل هي دولة قوية جدا عسكريا ولدي ترق لضرب هذه المنشآت النووية وهي تقوم الآن بالاستعدادات العسكرية اللازمة لخيلولة دون وصول إيران إلى أول كنبلة نووية طيب إلى أي مدى أيضا يمكن القول أن التهديدات الإسرائيلية مثلا هي التي جعلت إيران تتخذها ذريعة للإقدام على هذا المشروع الإيراني لا أول شيء كان هو المخطط الإيراني لإنتاج هذه الكنبلة وبعد ما تأكدت إسرائيل من هذه الخطة جاءت التهديدات أو تحذيغات الإسرائيلية وليس بالعكس ولذلك كل ما نسمعه من تحذيرات إسرائيلية من كبار المسؤولين في إسرائيل هو نتيجة القناعة والمعلومات تدقيق بيد إسرائيل الاستخباراتية بأن فعلا إيران ماشية بهذا الطريق هل سوف تسمح إسرائيل بأي تجاوز أو أي سلوك إيراني في هذا المنحة سيد يوني؟ لن تسمح هذا حط أحمر كيف ذلك؟ حط أحمر بالنسبة لإسرائيل يعني أن قنبلة نووية هي تشكل تهديد وجودي على دولة إسرائيل وإسرائيل لن تسمح للنظام لكن أنا ما أتحدث عنه ما ملامح الحراك الإسرائيلي الآن؟ لم أفهم سؤالك أقول كيف سوف تتحرك إسرائيل أو تتعاطى إذن مع جملة من التصريحات في كل يوم وآخر عن إقدام إيران أو تهران على إنتاج أو مسلك خطوات تقربها من إنتاج سلاح نووي؟ كما تعلم ليس هناك جمعك للكلام ولا أحد يدفع ضرائبا للتصريحات والكلام ولذلك المهم هو الأفعال وإسرائيل كما قلت لك جهزت خطة عسكرية لضرب هذه المنشآت النووية وإي تكون بالاستعدادات والتدريبات ولكل حادث حديث عندما تشعر إسرائيل أو تعلم بأن فعلا القنبلة موجودة أو تكريبا موجودة بيد إيران سيكون هناك فعال وعمليات أسكرية لمن إيران من الحصول للقنبلة النووية يعني هذا التصريح الأخير الإيراني أو ما أعلنه فيلق القدس ليس ذا ثقل بالنسبة للإسرائيليين كما قلت لك هذا ليس أي جديد في هذا التصريح أو هذه المعلومات ولذلك لم نسمع أي غدود في الإسرائيلية بهذا الخصوص لأنه ليس هناك أي شيء جديد وإسرائيل قالت ما كان لازم تقوله من زمان شكرا جزيلا من القدس المحلل السياسي يوني بن منح رفع أحد المواطنين الإيرانيين صوته في وجه الرئيس إبراهيم رئيسي وانتقد زيارته لإحدى المناطق جنوبية البلاد التي تضررت جراء السيول والفيضانات في تحرك جريء هاجم سكان منطقة تاجني بيقليمي لورستان لجنة تابعة للنظام الإيراني بقضائف نارية موسيقى 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 قال مسؤول إسرائيلي إن المبعوثة الأمريكية الخاصة بالمحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل سوف يعرض اقتراحاً إسرائيلياً جديداً بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وأوضح لوكالة رويترز أن الاقتراحة الجديدة يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوق تل أبيبة واصفاً إياه بالجادة ويمكن أن يحول لبنان من بلد أزمات اقتصادية وطاقة إلى بلد منتج للغاز الطبيعي وأنه في حال نجاح الاتفاق فيجب على بيروت إجراء بعض عمليات التنقيبة قد وصل وسيط الأمريكي في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى مطار بيروت حيث باشر مناقشاته مع وزير الطاقة وليد فياض ومن المتوقع أن يستكملها غداً مع الرؤساء الثلاث من جهاتها الخارجية الأمريكية شددت على الأهمية القصوى للتوصل إلى حل بالنسبة للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عبر المفاوضات والديبلوماسية وكانت إسرائيل قد قدمت للولايات المتحدة اقتراحها الذي يشمل تنازلات بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان قبل زيارة هوكشتاين إلى بيروت ويذكر أن المحادثات كانوا يفترض لدى انطلاقها أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كم مربعاً بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة لكن بيروت اعتبرت لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كم مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل كريش كما ندد لبنان باستقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للعمل على استخراج الغاز من حقل كريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها في المقابل تصر إسرائيل على أن حقل كريش يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة وعلى أن المفاوضات الجارية حول ترسيم الحدود البحرية لا تشمله هذا وقد حسم رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بيري موقف بلده بالرفض الكامل من فرضيات تقاسم حقول الطاقة مع الجانب الإسرائيلي والصناديق المشتركة وأشار بيري إلى أن الكلام الذي سمعه اللبنانيون يؤشره إلى أن الأمور غير بعيدة عن التوصل إلى حل يعيد استئناف المفاوضات وفقاً لاتفاق الإطار أي التفاوض على ترسيم الحدود وأكد بيري أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها لبنان لا تسمح بالتميع مجدداً دعوته لتوحيد الصفوف ضد أي تفريط بحقوقه السيادية وبثرواته المائية على حدوده الجنوبية كما طالب بيري بحصول لبنان على حقل قانا كاملاً ورأى أنه لا مبرر لتوقف الشركات الفرنسية والإيطالية والروسية عن التنقيب في المياه اللبنانية أكد وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب أن فيديو المسيرات الذي نشره حزب الله عن إحداثيات منصات استخراج الغاز لا يمثل موقف الدولة اللبنانية وأوضح أن القرار بشأن مسألة ترسيم الحدود هو قرار الحكومة اللبنانية وأن لا مشكلة مع المقاومة على حد قوله وعلى غلفية الانتقادات الحد للسلطات اللبنانية لنيتها هدم صوامع مرفأ بيروت المتضررة دعا التيار الوطني الحر في لبنان الفرقاء السياسيين إلى التعامل مع ملف أهراءات القمح في مرفأ بيروت علمياً وإنسانياً وأخلاقياً ووطنياً بعيداً عن أي مزايدة شعبوية لا تأتي بأي فائدة على حد قوله ولفت التيار إلى أهمية إزالة الصوامع المهدمة أسوة بما حصل مع مخلفات هجمات الحادية عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة معتبراً أن هذا الأمر يسمح بتطوير المرفأ وإعادة إعمار مبنى الأهراءات الذي يستحيل ترميمه أو تحويله إلى مجسم لأسباب علمية تؤكدها الدراسات اشتركوا في القناة أعلن الحرس الثوري الإيراني تحديد هوية جثث خمسة من الضباط الإيرانيين الذين قتلوا في منطقة خانتومان بسوريا ووصفهم في بيان بشهداء الدفاع عن المرقد وهي عبارة تستخدم للإشارة إلى العسكريين الإيرانيين الضالعين في حرب سوريا دفاعاً عن النظام وقد حُددت هوية الضباط الخمسة من خلال مطابقة عينات حمضهم النووي في مركز الفحص الورثي للحرس الثوري بعد نقلهم من سوريا إلى إيران ويفترض أن تسلم جثث القتلى إلى عائلاتهم في محافظات مازندران وفارس والبردس ترجمة نانسي قنقر هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل قوات الأمنة تطلق الغازة المسيلة للدموع لتفريق متظاهري مليونية التعايش السلمي في السودان ترجمة نانسي قنقر كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية ما الذي تريد ميليشيات الحوثية أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتبر الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيات الحوثية وبقي صابداً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوة مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمني في صوت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسم مشهداً تشكل خبراً تصنع حدثاً هياكم الله أكدت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في حوار حصري مع الحدث أنها ترى أن طبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع لمصالحها الخاصة أعتقد بأنه بعد عملي لمدة أربعة أعوام ونصف على الملف الليبي أستطيع أن أصف الطبقة السياسية بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة وليامزة أضافت أن الحاجة للشفافية في ليبيا قد باتت ملحة حول أسلوب اتخاذ القرارات مشددة على أهمية إشراك جميع الأطراف لا شك بأنه في الوقت الذي كنا نجري محادثات جينيف وأياً كانت الترتيبات الخاصة بقيادة شركة النفط الوطنية فأن تلك المناقشات جارت من دون علمنا وهذا أيضاً يعود بنا إلى الحاجة الأساسية للشفافية في ليبيا حول أسلوب اتخاذ القرارات وأن تصدر القرارات بالتوافق وقد كشفت وليامز التي تنتهي مهمتها اليوم أنها كانت قد نبهت إلى أن الطبقة السياسية في ليبيا ستبحث فقط عن المناصب بدل إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات حذرت الجميع بعد إلغاء الانتخابات من أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلاً من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات وأنها ستأخذ تلك الكعكة وتوزعها بين أفرادها قال مراسل الحدث أن القوات الأمنية السودانية تطلق الغاز المسيّلة للدموع لتفريق متظاهري مليونية التعايش السلمي مشيراً إلى أن المتظاهرين يصلون إلى مقدمة شارع القصر والقوات الأمنية تقوم بالتصدي لهم موكب مرطوم يتحرك في المجدار الأحد 31 يوليو موكب مجدار يتحرك في تمام الساعة من الغرب إلى ذلك قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والقيادي في اتلاف الحرية والتغيير المجلس المركزي محمد الفك سليمان قال إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين وأشار الفك في حوار مع موقع سودان تريبيون إلى أن رئيس الوزراء سوف يمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يفرض عليه أي شخص شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع قوى الثورة وأوضح الفك أن قوى الثورة تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار رئيس للوزراء كما توقع المتحدث نفسه إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله وشدد سليمان على أهمية وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع خاصة في مسألة من سيكون أو من يكون رئيسه ودعا إلى أهمية التوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وأضاف أن الشدة والجذبة مع الحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السلطة كسياسيين بينما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة من جانبها حركة القوى الجديدة الديمقراطية نفت أن تكون أي من أجهزة الحرية والتغيير المجلس المركزي قد ناقشت أمر اختيار رئيس للوزراء أو حكومة جديدة وقالت الحركة المعروفة اختصارا بحركة حق إن تصريحات الفك تجافي المؤسسية والشفافية وإنها تأتي في سياق محاولات اختطاف القرار داخل الحرية من أطراف محددة في التحالف وأضاف أنها سوف تطرح هذا الأمر في أجهزة الحرية والتغيير المختصة لاتخاذ قرار واضح بشأنه صورا للمؤسسية داخل التحالف قال نائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان داقلو إن العسكر قد اختاروا الخروج من السياسة وترك الأمر للمدنيين على أن يتفقوا مع بعضهم البعض لاختيار حكومة مدنية كاملة الدسم تستطيع أن تخرج البلاد من الدائقة المعيشية الحوار الماشي الآن الحوار الماشي دا دارنا كلها تشارك فوقو شرقنا وقربنا وشمالنا وجنوبنا وسطنا كلنا نشارك مع بعض السودان دا ما حق زول السودان دا حقنا كلنا لازم نشترك في الغرار كلنا مع بعض السودان دا ما حق أساكر السودان دا ما حق براسة لأساكر ولا براسة لأحزاب السودان دا حق السودانين كلهم خلونا نقعد كلنا ونتفق مع بعض ونختار الممثلين مع بعض أنا ما دا أخش في السياسة ولكن أفهموا قضيتكم كويس أننا الآن الهدف الجابنا هنا إنتو أعرف إنو والحمد لله نفجلنا أكرمونا ما قصروا ينضم إلي من الخرطوم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني أهلا ومرحبا بحضرتك نشير إلى دقة وصحة هذا الحديث الذي على ما يبدو يبشر أو يشير إلى الإقدام على خطوة اختيار رئيس للوزراء حقيقة الأمر مازال مبكرا جدا الحديث حول توافق حول رئيس وزراء ما يجري الآن داخل أورقة الحرية والتغيير هو مشاورات موسعة حول مشروع لإعلان دستوري ترغب القوى الحرية والتغيير في طرحه لشركائها من قوى الثورة وطبعا مثل هذا الإعلان الدستوري إذا ما تم الإنجاز والتوافق عليه فأعتقد أن قوى الثورة ستكون قد قطعت شوطا متقدما في معركتها ضد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الآن مشروع الإعلان قد تم إنجازه داخل أورقة الحرية والتغيير هذا المشروع الآن بين يدي الأحزاب التي تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير لكي ما تدارسه وتضع الملاحظات عليه تدويدا أو إضاء مسألة الإضافات الحذف حسب ما هو طبعا مناسب وما تقوله المداولات والنقاشات حوله ثم تستصحب كل هذه الملاحظات إلى المجلس المركزي للحرية والتغيير الهيئة التشريعية الأعلى داخل التحالف لكي تجيزه بشكله النهائي طبعا سوف نستصحب معنا في الفترة القادمة كما ذكرت لك شركاءنا في قوة الثورة نتحدث عن لجانا المقاومة نتحدث عن كل القوى السياسية التي لها موقف رافض لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر هذا الإعلان طبعا يتحدث عن ما هي أجهزة الدولة التي سوف تكون موجودة بعد استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي وما هي العلاقات ما بين هذه المؤسسات وكيف يتم اختيار شاغلي هذه المؤسسات وما هو التفويض الممنوح لهذه المؤسسات بالإضافة إلى ملحق يتحدث عن أو هو وثيقة حقوق طبعا وثيقة حقوق تنظم العلاقة ما بين المواطن وبين مؤسسات الدولة علي إلى هذه اللحظة لم يتم الحديث عن أشخاص على أي أساس يتسنموا ويشغلوا نعم أستاذ نور دين إلى أي أساس تم الاستناد لموضوع بأن هناك اسم ربما سوف يطرح وحتى تم تحديد فترة زمانية لذلك وهي مقدرة بحدود أسبوعين نحن بالنسبة لنا نعمل على أن نسارع الخطة في سبيل إنجاز هذه المهمة بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بمعركتنا بمعركتنا تجاه انقلاب الخامس العشرين من أكتوبر أي دقيقة وأي لحظة بالنسبة لنا هي مهمة جدا وهي على حساب السودانيين وعلى حساب السودان ككل عليه نعمل على عدة مسارات منها مسار هذا المشروع مشروع الإعلان الدستوري بالإضافة إلى ملف وحدة قوة الثورة بالإضافة إلى الملف الذي له علاقة بكيفية تنظيم الجهود جهود المقاومة السلمية في مواجهة هذا الانقلاب بالإضافة إلى تحركاتنا مع أصدقاء السودان على المستوى المحيط الإقليمي والمحيط الدولي في سبيل استصحاب أكبر ضعم ممكن لقضية الشعب السوداني الحالية هذه هي الملفات التي نعمل عليها ونريد إنجازها في أسرع وقت ممكن وغير ذلك ما يتعلق باختيار أسماء أعتقد هي مرحلة سوف تكون لاحقة وهي طبعا مسألة لن تعنى بها الحرية والتغيير لوحدها سيكون لنا دورنا مع شركائنا من القوى الثورة سواء لجان المقاومة أو أي قوى سياسية لها موقف مناهض للانقلاب ومنحاز للتحول المدني والديمقراطي وكل ما قالت به ثورة ديسمبر المجيدة طب هناك من فسر أستاذ نوردين الاستعجال في الإعلان عن الاقتراب من إعلان اسم أو مرشح لرئاسة الوزراء بأنها محاولة لتصدر المشهد وعلى لسان حركة حكمة قالت محاولة لاختطافه أيضا طبعا هناك من الطبيعة تحدث تباينات داخل أورقة تحالف قوى الحرية والتغيير هذا التحالف يعني تحالف واسع جدا للغاية ويضم طيفا واسعا من القوى السياسية حدوث مثل هذه التباينات أعتقد مسألة طبيعية حدوث أخطاء أعتقد مسألة طبيعية لكن غير الطبيعي أن يكون هناك استمراء لحالة الخطأ أعتقد أن الأجهزة التنظيمية لقوى الحرية والتغيير لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الخلافات والوصول إلى حلول تكون مقنعة ومرضية لجميع الأطراف وفي النهاية جميع هذه الأطراف وإن تباينت على مستوى التفاصيل فإنما يجمعها هدف واحد وهذا الهدف هو ما يجتمع عليه الشعب السوداني نحن نريد إنهاء حالة الانقلاب الحالية نريد هزيمة السلطة الحالية نريد استئنام مسار التحول المدني الدموقراطي في أقرب وقت وأعتقد هذه هي المعركة الأساسية بالنسبة لنا نريد أن تنصب كل الجهود في خدمة هذا الهدف إذا ما وقع طرف ما في خطاء علينا أن نتسامى فوق الأخطاء إذا ما استطاع طرف ما أن يفعل شيئا جيدا علينا دعم هذه الأشياء الجيدة في النهاية نحن كلنا الآن في مركب واحد هو مركب المقاومة وعلينا أن نقود هذا الموقف إلى بر الأمان نعم أنت تتحدث عن جهود متوازية في سبيل المضي بمشروع الإعلان وما إلى ذلك لكن مراقبون يرون أن هناك حالة من الانقسام الكبير والعنيف التي تعتري حتى هذه الجهود على العكس الموقف الآن على الأرض يوما بعد يوم يشير إلى أن قوة الثورة تقترب من بعضها البعض بشكل وثيق جدا للغاية كانت هناك في الفترات الماضية تباينات لكن هذه التباينات هي تنضي إلى التلاجي وتكاد نقترب من مسافة الصفر من الخلافات ما بين القوى السياسية في الفترة الماضية رأينا تكثيف لمناشط مشتركة تجمع ما بين قوى الثورة كان لدى قوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي موكب هذا الموكب تعرض لهجوم مؤسف ومستفز كان هناك دعم كبير جدا من المقاومة أمس قوى الحرية والتغيير أعلنت دعمها لهذا الموكب الذي يخرج اليوم نعم شكرا جزيلا لضيفي من الخرطوم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني للعنوين الصدريون يرهنون فضل اعتصام في البرلمان العراقي بتنفيذ مطالبهم أربيل تعرض بسطتها بين قطبي الشيعة العراقيين إيران تستعد لإنتاج أول رأس حربي النووي في حال هجومه على منشأة نتانز بتفعيل مشروع عماد فوق السر في فوردو ووليامس تنهي مهمتها اليوم باتهام سياسيها بالانتهازية والأنانية الخرية والتغيير تؤكد إعلانها رئيسا للوزراء في غضون أسبوعين طيب والتحايا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر